موسيقى نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان أهلا بكم أهلا بكم والبداية مع أبرز العنوين وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة ندوة عمل خليجية في مصقى تبحث استراتيجية المدن الصحية في الحد من انتشار الأمراض غير المعدية موسيقى عشية محادثات جينيف المسلحون الحوثيون يستولون على مدينة الحزم كبرى مدن محافظة الجوف شمال اليمن موسيقى السلطات المصرية تفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين للمرة الأولى منذ أشهر موسيقى موسيقى أعلنت وزارة الداخلية عن القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة والذين بلغ عددهم 680 مرشحا من مختلف ولايات السلطنة وأفادت الوزارة بأن هناك فترة للاعتراض على الأسماء الواردة في تلك القوائم خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانها مع بيان الأسباب التي يتم الاستناد إليها في الاعتراض وفقاً للمدة الثامنة وثلاثين من قانون انتخابات عضاء مجلس الشورى على أن تصدر اللجنة قرارها في هذا الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفترة السابقة بدأت في مسقط أعمال ندوة العمل الخليجية حول المدن الصحية والتي تنظمها وزارة الصحة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه الندوة تبحث عدداً من المحاور بمشاركة خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي رأى افتتاح الندوة معاليد دكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة تتناول الحلقة على مدى ثلاثة أيام عدة محاور بينها المشاركة المجتمعية ودورها في التنمية المستدامة والمدن الصحية بين النظرية والواقع والتطبيق واستراتيجية المدن الصحية في الحد من انتشار الأمراض غير المعدية ودعم وحماية البيئة في المدينة الصحية وحجد التأييد والتعاون القطاعي وتدخلات مجتمعية في المدينة الصحية تحتضن السلطنة للندوة الأولى حول المدن الصحية السلطنة كانت لها مبادرات سابقة هناك مدينتين صحيتين وعدة قرى حوالي 17 قرية صحية هذا لا يعني أن المدن الأخرى أو القرى الأخرى غير صحية ولكن لا بد من التركيز أن الهدف من هذه الندوة هو تمكين الأفراد من العناية بصحتهم وتعزيز الصحة لكي نصل إلى تعزيز الصحة لا بد من تعاون القطاعات الأخرى القطاعات الحكومية القطاعات الأهلية والأفراد ويأتي تنظيم هذه الحلقة تنفيذا لما جاء في محضر الاجتماع التنسيقي لمسؤول وزارة الصحة بدول المجلس في جنيف يناير 2015 والخاص بمبادرة المدن الصحية وستقوم الأمن العام بعرض توصيات ومخرجات الحلقة على الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس والمقرر عقده في مدينة الدوحة خلال شهر أكتوبر عام 2015 للتوجيه بشأنها يوم الثالث في الواقع تم تفريغه بشكل كامل لتنفيذ زيارة ميدانية لمدينة صور الصحية هذه المدينة التي قبل سنوات عديدة حقيقة انطلق العمل بها كبرنامج مدينة صحية في سلطنة عمان سيقوم مشاركين بالاطلاع على الأعمال المنجزة على خطط مدينة صور الصحية وأهم حقيقة ما عولنا عليه في هذا الإطار في الندوة يشارك في الحلقة عدد من الخبراء والعملين التقنيين حول المدن الصحية في دول مجلس التعاون والأمان العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولعلنا في نهاية هذه الندوة سنصل من خلال ما سيقدم من أفكار وأطروحات إلى تطبيق أمثل للمفاهيم الخاصة بالمبادرات المجتمعية الصحية التي تهدف في مجملها إلى تحسين وتطوير نوعية حياة الناس في مواقع عملهم وسكنهم حفيظ جعبوب لتلفزيون سلطنة عمان مسقط أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي أن المحادثات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن ستبدأ غداً الاثنين في جينيف وعشية المحادثات استولى المسلحون الحوثيون على مدينة الحزم كبرى مدن محافظة الجوف في شمال اليمن القريبة من الحدود السعودية بحسب شهود عيان في الوقت الذي يترقب فيه الشارع اليمني المفاوضات السياسية في جينيف برعاية الأمم المتحدة تبقى الأوضاع الميدانية ساخنة حيث شهدت مدينة تعز مواجهات عنيفة بين مسلحي حزب الإصلاح واللجان الموالية للرئيس هادي من جهة ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الموالية لها مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرح بينهم مدنيون إضافة إلى نزوح عشرات الأسر وتفاقم الأوضاع الإنسانية وذات الحال في محافظة الجوف التي تمكن الحوثيون من السيطرة على مركز المحافظة بعد مواجهات عنيفة وفي محافظة الضالع سقط عشرات القتلى والجرح من الطرفين في مواجهات بمحيط منطقة سنعح أعتقد أن المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين في جنيف والتي سترعاها الأمم المتحدة هي فرصة لكل اليمنين وليس للأطراف الصراح فقط بل لكل اليمن بشكل عام حيث يؤمل الشارع اليمني أن يتوافق المتفاوضون على صيغة حل عاجلة للأزمات الراهنة لأن الوضع بات في اليمن في غاية التعقيد على كافة المستويات سواء كانت السياسية الاقتصادية الأمنية وأعتقد أن المفاوضات ستنجح إذا تم تغليب مصلحة اليمن على ما سواها في غضون ذلك شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع يسيطر عليها الحوثيون في الجوف وأكدت مصادر أمنية في المحافظة أن الطيران استهدف بعدة غارات معسكر اللواء 115 في مدينة الحزم عاصمة المحافظة بعد دخول الحوثيين إليها وقد طالت الغارة الجوية مواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء ومحافظة تعز ومأرب وصعدة وضع الإنساني في اليمن وضع يرثى له لأن المتطلبات الأساسية للمواطن اليمني بظل هذه الظروف منعدمة تماما أهمها المشتقات النفطية والمواد الطبية بظل هذه الظروف الحارقة وعلى الصعيد السياسي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيان له أن مشاورات جينيف ستنطلق في موعدها المحدد موضحا أنها ستكون بين المكونات السياسية اليمنية الممثلة في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وجماعة أنصار الله الحوثيين وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إضافة إلى الحراك الجنوبي السلمي وأهاب في البيان بالمكونات السياسية اليمنية بالمشاركة في المشاورات بحسنينية وبدون أي شروط مسبقة المفاوضات السياسية المرتقبة برعاية الأمم المتحدة يبني عليها اليمنيون آملا كبيرة لحل الأزمة الراهنة التي أثقلت كاهل البلاد وفاقمت الأوضاع على كافة المستويات جمال الأشول تلفزيون سلطنة عمان صنع لليوم الثاني يتواصل فتح معبر رفح المؤدي إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ أشهر مما يتيح للفلسطينيين دخول القطاع الساحلي ومغادرته ويعمل المعبر لست ساعات يوميا على مدار ثلاثة أيام وقد تقدم أكثر من خمسة عشر ألف فلسطيني بطلبات لمغادرة القطاع عبر المعبر تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة في كلال اتجاهين بعد فتحه بالأمس ومغادرة خمسمائة وتمانين من المرضى والطلبة وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية لدينا مسجلي خمسة عشر ألف وخمسمائة مواطن فلسطيني هؤلاء كل مواطن قدم ملف كامل يثبت حالته الإنسانية الصعبة لدينا تقديراتنا تسعين ألف بحاجة إلى الصفر لو تحدثنا عن ثلاث أيام فتح المعبر ستبقى كل يوم خمسمائة ستبقى أربع عشر ألف من المسجلين الأكثر حاجة إنسانيا جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين حيث تم التنسيق لإثني عشر حالة مرضية لاستفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف أنا خرجت من غزة من ست شهور وعنت معاناة ثلاث أيام لما طلعت من المعبر هذا وبعدين صفرت وهين رجعت في تسهيلات الحمد لله هذا وقد أكدت مصادر خاصة أن قوى فلسطينية ستقدم اقتراحا على حركتي فتح وحماس وحكومة الوفاق الوطني ينص الاقتراح على تسليم المعابر وخاصة معبر رفح ليكون ضمن مهامي ومسؤوليات حكومة التوافق الوطني من ثمان شهور تقريبا الزوج توفى في مصر فاضطرت أني أروح في غزة وأدفنه على أساس أنه أسبوع زمن ونرجع تاني طبعا مدارس الأولاد رحت علينا أمور كتير رحت علينا بيتنا هناك مش عارفين عنه إيشي مش عارفين نتواصل مع اللي هناك بنستنى من الصبح وإن شاء الله خير ويأتي فتح معبر رفح البري تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك ليخفف من أزمات الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وليجمع شمل آلاف العائلات المشتتة بسبب إغلاقه المتواصل من هنا تبدأ معاناة الفلسطينيين ومن هنا أيضا تنتهي معبر رفح البري الأمل الوحيد لسكان قطاع غزة فحياتهم معلقة بهذه البوابة التي تفصلهم عن العالم الآخر لذلك يأمن الفلسطينيون بفتحه بشكل دائم منحلس للتلفزيون سلطنة عمان غزة فلسطين قتل أكثر من عشرين عنصرا من تنظيم داعش في قصف للطيران التحالف الدولي شمال مدينة البوصل العراقية شمال بغداد فيما أعلن مصدر أمني عراقي مقتل أربعة عناصر من الشرطة العراقية أثناء محاولتهم ابطال مفعول عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق فرعي في مدينة الدجيل أكثر من اثنين وعشرين عنصرا من تنظيم داعش لقوا حتفهم في قصف لطيران التحالف الدولي في مدينة الموصل العراقية شمال بغداد بحسب ما أكدته مصادر إعلامية عراقية والتي أشارت إلى قصف لقوات التحالف لمعاقل تنظيم داعش من ناحية بعشيق شمال الموصل مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين منهم المصدر وضاف من جهة أخرى أن قوات البشمرك تمكنت من إحباط هجوم لمسلحية التنظيم على الناحية وألحقت بهم خسائر كبيرة مما أجبرهم على الفرار وفي مدينة سامراء قالت وزارة الدفاع العراقية إن غارات جوية استهدفت مواقع ثابعة لتنظيم داعش داخل وحول المدينة شمال العاصمة بغداد مضيفة أن الغارات استهدفت مخبأ لأسلحة تابع للتنظيم على مشارف سامراء ومصانع استخدمها المسلحون لتجهيز سيارات مفخخة مدينة تكريت هي الأخرى شهدت مقتل أربعة أشخاص من بينهم خبير متفجرات من الشرطة أثناء محاولة الأربعة بطال مفعول عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق فرعي غربي مدينة الدجيل ولا يزال تنظيم داعش يسيطر على نحو ثلث مساحة العراق وسوريا بما في ذلك مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة بالعراق يواصل الآلاف من جنود حلف شمال الأضلصي في دول البلطيق التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق مناورات عسكرية في اختبار للجاهزية الحلف ويقول الحلف إن المناورة تأتي في مواجهة ما يصفه بالتحديات الأمنية الجديدة على حدوده الشرقية ويشارك حوالي ستة آلاف عسكري من ثلاث عشرة دولة في هذه المناورة بقيادة الولايات المتحدة في أستونيا والاتفيا ولتوانيا إضافة إلى بولندا واتفق قادة الحلف في سبتمبر الماضي على تسيس قوة على درجة عالية من التأهب لردع ما يصفه بالمعتدين المحتملين وأطمانة الحلفاء الشرقيين ردا على الأزمة في شرق أوكرانيا والتي تتهم فيها روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لها حذرت السلطات الجورجية سكان العاصمة تبليسي من الخروج من منازلهم بعد فيضانات غزيرة شهدتها المدينة أدت إلى تدمير حديقة رئيسية للحيوانات في المدينة ما تسبب في هروب نمور وأسود وحيوانات أخرى وتأكدت وفاة ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة من عمال حديقة الحيوان فيما لا يزال عشرة أفراد آخرين في عداد المفقودين وألحقت الفيضانات أضرارا بعشرات المنازل في المدينة هذه النشرة مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل تناغم وتكاتف الجهود نجاح آخر في منظومة العمل الوطني للتعامل مع الحالات الاستثنائية في رحلة العمر تتقاذف الأمواج سفينة حياتنا تستحم المشاكل تتصاعد الأحداث نرتم إلى عالم مجهول فيبقى البحث عن الملاذ في المودة والرحمة والحب والخير في رمضان وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة ندوة عمل خليجية في مصقاط تبحث استراتيجية المدن الصحية في الحد من انتشار الأمراض غير المعدية عشية محادثات جينيفة المسلحون الحوثيون يستولون على مدينة الحزم كبرى مدن محافظة الجوف في الشمال اليمن السلطات المصرية تفتتح معبر رفح أمام الفلسطينيين للمرة الأولى منذ أشهر ألم بكم من جديد العاصفة المدارية أشوبة تلاشت ورحلت لكنها أبقت معها قوة التكاتف والتعاضض بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية التي عمل جميعها بتناغم كبير مكنها من تأدية مهامها بكفاءة عالية نعم هذه الجهود تكللت بالنجاح الذي تمثل في سلامة الأرواح وحمايتها فلم تسجل أي خسائر بشرية مع أضرار أقل بكثير من المتوقع كما أظهرت اللحمة الوطنية المعهودة في مواجهة الحالات الاستثنائية مع اقتراب العاصفة المدارية أشوبة إلى سواحل السلطنة واستعدادا للتعامل مع التأثيرات المصاحبة للحالة الجوية جاء اللقاء المشترك بين مختلف الجهات في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للإطلاع على جهوزية تلك الجهات مع التأكيد على إيصال المعلومة الدقيقة وتحري أقصى درجات المصداقية في الأخبار التي تقدم للجمهور يشرح أكثر كل ما جاتنا معطيات وعلى ضوء ذلك عملنا البيان أمس الموت كم متوقعت من أربع إلى ستة أمسان ممكن الفترة البسيطة هذه بس أسأل أن الحالة الجوية موجودة قبال سواحلنا وفرصة أنها تقترب من السواحل باتت أقرب عن أنها تروح لمكان آخر اليوم التالي ومع اقتراب الحالة المدارية أشوبة إلى سواحل السلطنة تأهبت طواقم لجان الدفاع المدني ومكاتب الولاء في الولايات المتوقع تأثرها بالحالة الجوية للتأكد من الإجراءات الاحترازية المتخذة كما بدأت اجتماعات المركز الوطني للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني فيما تأهبت الطواقم الإعلامية لنقل المستجدات أولا بأول منذ أن رصدوا الأخوان نشاط هذه الحالة في بحر العرب على بعد 1400 كيلو متر بدأت المناوبات المستمرة بدأت المتابعات المستمرة لمختلف النماذج العددية المختلفة بما فيها طبعا نموذج العماني هناك خلية متكاملة الحقيقة تعمل على مدار الساعة لفقط تقديم المعلومة ولكي يطمئن المواطن بأخذ المعلومة الدقيقة وشفافة عبر مصادرها الرسمية أنقل لكم الصورة من هنا من نيابة الأشخرة تابعة لولاية جعلان بني بوعالي بمحافظة جنوب الشرقية مراسل ومفدو إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان كانوا في قلب الحالة المدارية مسجلين تواصلهم مع المستمعين والمشاهدين على مدار الساعة لنقل تطورات وتأثيرات الحالة وتنبيه السكان حول مناطق الخطر وتحديث البيانات الصادرة من الجهات المعنية فيما سجل رجال قوات السلطان المسلحة وأفراد هيئة الدفاع المدني وشرطة عمان السلطانية والمسؤولون في مختلف المؤسسات والجهات وقفة جسدت اللحمة الوطنية في هذه الحالة الاستثنائية وانحسرت الحالة المدارية أشوبا بعد أن سجلت نسبا متفاوتة لهطول الأمطار سجلت خلالها جزيرة مصيرة أعلى نسبة جعلتها في المرتبة الرابعة عالميا خلال تلك الفترة فيما جرت الأودية والشعاب وامتلأت سدود التغذية الجوفية لتستعيد السماء رداءها الأزرق من جديد وسط ابتهالات الحمد والشكر للمولى جل في علاه أنحمى عمانا وأهلها من كل شر ومكروه وتناولت جريدة عمان في عددها الصادر بتاريخ اليوم تغطية الإعلامية للحالة المدارية أشوبا عبر مواقع التواصل الاجتماعية وذكرت الجريدة أن حساب الأخبار المحلية للهية العامة للإذاعة والتلفزيون كان حاضرا في قلب الحدث في تغطية الحالة المدارية أشوبا مستعينا بالعديد من المراسلين المنتشرين في مختلف ولايات السلطنة لتغطية التاثيرات المباشرة وغير المباشرة للحالة من موقع الحدث وبث الأحداث العاجلة والبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر كما قالت الجريدة إن موقع بلدية مسقط تعاون مع حساب الأرصاد الجوية العمانية لتوصيل المعلومة الموثوقة للمواطنين منذ بداية الحالة وإلى حين انتهائها بدورهم اهتم المغردون بتغطية أخبار الولايات المتأثرة بالحالة في أكثر من أربعين وسمة توسيع مدارك الموظفين في مجال القوانين المتعلقة بأنظمة التأمينات الاجتماعية وأهمية رفض جانب التأهيل والتدريب أبرز أهداف حلقة الثقافة القانونية التي الأولى التي ننظمتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه الحلقة نقشت أيضا مدى تطابق القوانين ومواكبتها للواقع الفعلي المتجدد المادة العلمية الأكاديمية والمادة الواقعية دمجت في حلقة عمل الثقافة القانونية لتوسيع مدارك الموظفين المشاركين في الحلقة بآخر مستجدات القوانين المتعلقة بأنظمة التأمينات الاجتماعية الهيئة اليوم تتعامل مع شريحة كبيرة جدا من المسجلين بها خاصة العمانيين الذين يعملون في القطع الخاص وبالتالي جميع القوانين التي يتم إصدارها من الهيئة أو من الجهات الأخرى التي هي القوانين المكملة للتنفيذ فتحتاج حقيقة إلى ممارسة عملية وتحتاج أيضا إلى اطلاع وأيضا فهم من قبل الموظفين ترقب لقانون العمل الجديد الذي يبدو خروجه يلوح في الأفقي قريبا لم يغفل المختصون الحديث عنه في الحلقة كما تم مناقشة محاور عدة من أبرزها التنظيم الإداري في السلطنة والموارد البشرية ومحور أخير تحدث عن التأمينات الاجتماعية والتقاعد فيما ذهب المختصون إلى مناقشة العقود والمناقصات والرقابة على إجراءاتها في الأون الأخير يمكن الخمس سنوات الأخيرة عندنا في التأمينات الاجتماعية مرينا بعدة تعديلات جوهرية في قوانيننا سواء القوانين الداخل الهيئة اللوائح الموارد البشرية أو حتى قانون التأمينات الاجتماعية ضرورة الوعي بالقانون هي أمر ملح لأن القانون يطبق على الإنسان سواء علم به أو لم يعلم لوجود قرينة العلم بالقوانين وبالتالي حرصت هي العامة للتأمينات الاجتماعية على توعية موظفيها بالقوانين التي تهمهم وهذه القوانين حقيقة لا بد لهم أن يعلموها علما كافي حتى لا يقعوا في مخالفة قانونية مسار صحيح وبوصلة تتجه نحو مستقبل واضح لحقوق الموظفي وواجباته تجاه عمله في قادم الوقت مهرجان خريف صلالة السياحي وجهة سياحية ونافذة اقتصادية مهمة ينتظر من خلاله جذب سياحي استثنائي لهذا العام الجهات المعنية تسابق الوقت لاستكمال استعدادها لهذا الموسم من خلال توفير الخدمات للسياح وتجهيز المرافق للأنشطة المصاحبة للمهرجان تترقب ولايات محافظة ضفار دخول نجم النعايم بعد نحو شهر من الآن الذي يعرف لدى أهالي المحافظة بأنه الموعد الفلكي لبدء موسم الخريف الذي يشهد تدفق الرياح الموسمية المحملة بغيوم المطر التي تحول الجبال والسهولة إلى أراض خضراء موسم هذا العام استعدت له الجهات الرسمية والأهلية بمشاريع متعددة لخدمة سياح الخريف ولعل أبرزها افتتاح مطار صلالة الذي سيشكل دعامة للحركة السياحية في المحافظة لارتباطه برحلات طيران مباشرة داخلية وخارجية ومن المتوقع أن يقوم الطيران العماني بتسير ما يقارب 284 رحلة بين مسقطة وصلالة بنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بالعام الماضي وزارة النقل والاتصالات تحث الخطى لتأهيل ورصف الطرق الرئيسية في المحافظة أهمها طريق حاسق طاقة وازدواجية طريق طاقة مرباط أما في الشوارع الداخلية فيبرز مشروع توسعة شارع الرباط للثلاث حارات الذي سيكون متاحا أمام الحركة المرورية في موسم الخريف وفق بلدية ظفار التي تقوم أيضا بجهود لتحسين المظهر العام كالتشجير والإنارة وتجهيز المرافق الترفيهية التي تحتضن مختلف الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمهرجان وتوفير مراكز الخدمات والدليل للسياح كما تستكمل وزارة السياحة المراكز المؤقتة لتوفير المعلومات والإرشادات للسياح عبر المنافذ البرية والجوية لتزويد السياح بأحدث المطبوعات والخرائط والمطويات عن محافظة ظفار فضلا عن خدمة مركز الاتصال السياحي شرطة عمان السلطانية وبالتعاون مع جميع الجهات المختصة أكدت استمرار جهودها في تسيير دوريات النجدة والإسعاف على طول الطرق المؤدية لمحافظة ظفار والمواقع السياحية من جانب آخر علنت وزارة النقل والاتصالات أن آخر رحلة من مطار صلالة الحالي ستكون يوم غد وسيتم تحويل جميع الرحلات القادمة والمغادرة إلى مطار صلالة الجديد حيث سيكون الدخول والخروج للمطار من خلال الطريق الدائري مشيرة إلى أن آخر رحلة من مطار صلالة الحالي ستكون في الساعة الخامسة من فجر يوم الغد لتنتقل الرحلات بعدها إلى المبنى الجديد للمطار ويجتمل مشروع مطار صلالة الجديد على مبنى للمسافرين بمساحة 65 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تبلغ مليوني مسافر سنويا في مرحلته الأولى ومدرج رئيسي بطول أربعة كيلومترات وبعرض 75 مترا مزودا بأحدث أجهزة الملاحة الجوية والهبوط الآلي وغيرها حسب المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن كما يجتمل المشروع على برج للمراقبة يبلغ ارتفاعه 57 مترا تم تجهيزه وفق أفضل التقنيات الحديثة عالية الجودة أكثر من نصف مليون ريال عماني قيمة الاتفاقيات التي وقعتها شركة تنمية نفط عمان مع عدد من الجهات الحكومية واللجان غير الربحية على ستة مشاريع في مجال الاستثمار الاجتماعي الاتفاقيات اجتملت على عدة جوانب أهمها الجوانب الصحية والاجتماعية والزراعية والسياحية ستة اتفاقيات في مجال الاستثمار الاجتماعي وقعتها شركة تنمية نفط عمان مع عدد من الجهات الحكومية واللجان غير الربحية تتعلق بتمويل مشاريع شبابية وطبية وأهلية خطعت الشركة شوطا كبيرا في هذا الجانب شكل نقلة نوعية حيث تتنوع المشاريع التي سيتم تنفيذها بناء على هذه الاتفاقيات بين تعزيز الخدمات البيطرية لدعم الثروة الحيوانية وصون البيئة ودعم الجمعيات الاهلية وانشاء المرافق السياحية وتأتي الاتفاقية ضمن التزامات شركة تنمية نفط عمان وتتمثل في دعم أربع عيادات بيطرية متنقلة وبناء مجلس عام في قت بيت وسدحون بولاية ثمريت ودعم حملات صون وتوعية البيئية وبناء خمسة أكشاك للبيع بالتقزية للسياح في القبل الأخضر وشراء كراس آلية للاعبي الفريق الوطني لكرة السلة وأخرى متحركة لذوي الإحتياجات الخاصة هذا كل من منظور التنمية المستدامة وتطوير وتعزيز العلاقة بين الشركات تعمل في قطاع النفط والغاز والمجتمعات المحلية التوقيع يأتي في إطار منظومة تطوير المجتمعات المحلية وتطوير العلاقات بين الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والمجتمعات المحلية وكذلك تفعل دور القطاع الخاص في فعالياته وأنشطة المجتمع الآن ننتقل للأخبار الاقتصادية مع الزميل خلفان العامري إليك خلفان النشر الاقتصادية برعاية قربك نحن نسمع وقود الحياة السلام عليكم أخبار الاقتصاد وتتابعون الطيران العماني يفوز بجائزة أفضل درجة رجال الأعمال فاز الطيران العماني بجائزة أفضل درجة رجال الأعمال في حفل توزيع جوائز السفر لوجهات الأعمال 2015 الذي تنظمه مجلة وجهات الأعمال وقد حقق الناقل الوطني للسلطنة هذا الفوز الرائع بناء على تصويت قراء مجلة بيزنس ديسنيشنز المتخصصين وهو ما يعكس جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها الطيران العماني وجدير بالذكر أن هذه المرة هي الرابعة التي يحصد فيها الطيران العماني هذه الجائزة المرموقة واصل مؤشر سوق مسقط الأوراق المالية ارتفاعه مغلقا أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع طفيف عند 6488 نقطة وتجه المستثمرون لعمليات بيع بنسبة 76% مقابل 75% نسبة شراء المستثمرين والمؤسسات المحلية من بعد التداولات الجيدة التي شهدها سوق مسقطة خلال الأسبوع الماضي ترجعت أحجام وقيم التداول من جديد حيث بلغ الحجم أقل من مليون وخمسمائة ألف ريال عماني وهذا الرقم يعتبر ضعيفا جدا مقارنة بلا حجام السابقة على الرغم من الأداء الإجابة للسوق في نهاية جلسة يوم الخميس من أسبوع الماضي إلى نهاية جلسة اليوم على انخفاض ملحوظ في أحجام التداول على الرغم الأداء الإجابي ولكن أحجام التداول لم تسجل أقل من مليون ونصف مليون ريال عماني وهذا يعتبر حجم منخفض محللون يعزون هذا التراجع في قيام التداول إلى عودة المستثمرين من الإيجازة الأسبوعية واهتمام بعض المستثمرين بالأجواء المناخية الأخيرة التي قد يكون لها تأثير على مجريات التداول أسباب الإنخفاض تعود إلى غياب نشاط المضاربة حاليا في السوق وتغلب على تداولات الطابع المؤسسي ممكن خلال فترة المقبلة أن تتحسن أحجام التداول خاصة مع إدراج شركة العنقاء للطاقة شركة العنقاء للطاقة التي ممكن أن تحسن من أداء من أحجام السيولة في السوق وتوفر نوع من السيولة في السوق برصات الخليج بدأت أسبوعها أيضا بنفس اتجاه مؤشر سوق مصغط حيث استهلت جلساتها في المنطقة الخضراء مع ترقب المستثمرين نتائج وإفصاحات وأخبار الشركات الأسبوع الحالي هو الأخير ما قبل شهر رمضان المبارك والذي سيشهد غلاقات ربع ثاني والنصف الأول من هذا العام وبالتالي إعلان الشركات عن نتائجها والتي ستكون قبل عيد الفتر من المتوقع أن يكون السوق المحلي ولا سواق الأخرى في وضعية نشطة سعود بن سعيد المعولي سوق مصغط للأوراق المالية نحن في أوربيت نعمل لأجلكم هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية نحن فهولون لتزويدكم وقود الطاقة نحن شركاء لدفع عجلة التنمية أوربيت نحن نصنع وقود الحياة أكثر من مليار ريال عماني إجمالي قيمة الأسهم المكتتب بها في أسهم شركة العنقاء للطاقة وظهرت البيانات الأولية حول الاكتتاب العام للشركة أن عدد الأسهم المكتتب بها من قبل المستثمرين الأفراد بلغ أكثر من مليارين وثلاثة ملايين سهب وبلغ عدد الأسهم المكتتب بها للفئة الثانية والتي يمثلها كبار المستثمرين والمؤسسات قرابة تسعة مليارات ومئتين وعشرين مليون سهم كما بلغ عدد الأسهم المطروحة للتداول خمسمية وأحد عشر مليونا وتسعمية وعشرة آلاف وخمسمية وأحد عشر سهم وتشكل ما نسبته 35% من راسم لشركة العنقى للطاقة يواصل ممثلون للحكومة اليونانية المباحثات مع دائنها في بروكسل وسط مخاوف بشان مدى قدرة الجانبين على عبور جسر الخلافات وتأتي هذه المفاوضات مع اقتراب استحقاق حاسم أعلنت اليونان عجزها عن سداده شارك في المباحثات مفاوضون يونانيون وممثلون عن المفاوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهيئة إدارة لزمات في منطقة اليورو يذكر أنه يتوجب على اليونان تسديد قروض لصندوق النقد الدولي تبلغ مليارا وستمائة مليون يورو خلال الثلاثين من يونيو الجاري أخبروا الاقتصاد انتهت شكرا لكرم متابعتكم وعولينا خالد وابوثين النشر الاقتصادية برعاية قربك نحن نسمع وقود الحياة شكرا خلفان دشينا بولاية شليم وجزر الحلانيات مشروع الأشريطة الفسفورية العاكسة على الإبل والذي يعد الأول من نوعه فكرة المشروع تهدف إلى التقليل من نسبة الحوادث المرورية أثناء مرور الإبل ليلا في الولاية تنوعت الأسباب واختلفت للحوادث المرورية ولعل أبرزها الحيوانات السائبة في الشوارع فكان الجميع بحاجة إلى حلول أو لفكرة تقلل من الحوادث وكانت الفكرة هي شرائط فسفورية على الإبل والتي تم تدشينها بولاية شليم وجزر الحلانيات طبعا الفكرة قاتت ضمن مناقشات عديدة للمشاريع التي قدمتها ولاية شليم وجزر الحلانيات في مسابقة السلمة المرورية هذه الفكرة قاتت من الأساس واليوم نحن نحتفل بالتدشين على الواقع الفعلي كما هو ملاحظ الأعداد من الإبل بالإضافة إلى الأخوان الذين حضروا هنا من مشايخ ومسؤولين والفكرة لا نتحدث عنها ولكن نتائجها إن شاء الله هي التي ستحدث عن نفسها الفكرة هي الأولى من نوعها على مستوى السلطنة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص وقد تكون هذه الفكرة من بين الأسباب التي تقلل من أعداد الحوادث ما هي الفكرة؟ لا بد أنها تكون أيضا في وقت المساء ولا بد من إيقاد وسيلة أو فكرة أو شيء حد أو يعرف السائق على وجود شيء في الشارع فلذلك جاءت الفكرة على أن لا بد من وجود أشرطة فسفورية تعطي صورة أو تعطي لمحات للسائق ليرى هذه اللبل وهو من مسافة بعيدة يتمكن وإن شاء الله بإذن الله من التوقف وتخريف السرعة وإن شاء الله السلام للجميع بإذن الله تعالى التدجين تم بين منطقتين زخر وإغريت التي تشكل مساحة كبيرة لرعي الإبلي بالولاية فقد بثت هذه الفكرة طمأنينة لملاك الإبلي في الولاية لما تسيب الحيوان كانت فيه حالة خطورة وأن ينطالع الحيوان علشان ينهن ضون مضون في مكان مناسب أو غير مناسب لكن الآن في طمأنينان ونحط على اللبلة الكبيرة التي تقود الحيوان التي تقود اللبلة الكبيرة التي تقود اللبلة في مواقع خطورة أو تدور في مكان شوارع أو في مكان مناسب المدينة شبه ذلك فهي الكبيرة التي تقود الحيوان يكون عليها هذا العكسي محمد بن سعدون بيت سعيد من ولاية تشليم وجزر الحلانيات محافظة ظفار ولن أخذكم إلى جولة إخبارية منوعة بين عودة حيوانات البيسون المهددة بالانقراض ونخلة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية وتوفر لمستخدميها الظل والخدمات الإلكترونية وطابعات ثلاثية الأبعاد يمكنها طبع هيكل سيارة جاهزة للاستخدام في غضون 24 ساعة أعيد 14 حيوان بيبسون أوروبي وهي فصيلة كانت قد شارفت على الانقراض في القرن العشرين أعيدت إلى منطقة جنوب جبال الكربات في رومانيا في عملية تعد من أكبر عمليات إعادة إدخال حيوانات البيبسون إلى المواقع الطبيعية في أوروبا تم إحضار هذه الحيوانات العملاقة بالفروة البنية من حدائق للحيوانات في سويسرا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل إطلاقها في أرض بمساحة 15 هكتارا في جبال تاركو نحن نتحدث عن البيبسون الأوروبي وهو أكبر الساديات الأرضية في أوروبا والأكثر عرضة للتهديد وعدد حيوانات البيبسون في أوروبا أدنى من عدد حيوانات وحيد القرن الأسود في إفريقيا إذ لم يبقى سوى 5000 حيوان قد قضى مرض اللسان الأزرق على ثلاثة من هذه الحيوانات بعد أشهر قليلة على وصولها إلا أن البقية أقلمت مع مسكنها الجديد خارج الأسر في منطقة برية تمتد على مساحة 59 ألف هكتار ومن عالم الحيوان إلى عالم التكنولوجيا حيث زرأت دبي نوعا جديدا من أشجار النخيل يتمثل في شجرة تمكن المنتزهين على الشاطئ من الانتصال بالإنترنت وشحن هواتفهم المحمولة النخلة الذكية والتي صممتها شركة دي اي ديا مشروع طرحته دبي مؤخرا وهو الأول من نوعه في العالم العربي وتعمل بالطاقة الشمسية ويقول مصمموها أنهم دمجوا التكنولوجيا بالإبداع في هذا المشروع هي ذكية من عندها أشياء أول شيء هي مستدامة من أن الطاقة الكهربائية تتمعنا الوحش الشمسية تقدم واي فاي تقدم خاصية توصيل الكهرباء إلى الآيباد والآيفون ثم فيها شاشات معلوماتية النخلة الذكية مزودة كذلك بزر للاتصال بالطواري وتعمل شاشتها باللمس ويمكن استخدامها بلغات مختلفة ويبلغ ارتفاع النخلة الذكية ستة أمتار حيث أنها وبالإضافة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية توفر الظل لمستخدميها ومن المقرر إقامة نحو ثمانين نخلة أخرى في مختلف الساحات والحدائق والشواطئ في أماكن مختلفة بالمدينة ونختم جولتنا الإخطارية بثورة قد تغير مجرى صناعة السيارات عالميا مع توجه شركات أمريكية لتطوير طابعات ثلاثية الأبعاد يمكنها طبع هيكل سيارة جاهزة للاستخدام في غضون 24 ساعة أملا في طرحها للمستهلكين في الأسواق بحلول العام المقبل 44 ساعة هي مدة صناعة هيكل السيارة الواحدة باستخدام ألياف الكربون والبلاستيك وهي المدة التي يعمل مصنع السيارات مستقبلا على تقليصها لتصل إلى نحو يوم واحد شركة لوكال موتورز قدمت نموذجا لهذه السيارات المطبوعة للمرة الأولى قبل نحو عام في المعرض الدولي للتصنيع والتكنولوجيا وأطلقت عليها ستراتي يتضمن الهيكل المطبوع كافة الأشياء التي يمكن دمجها في هيكل واحد من نفس مادة التصنيع فيما يتم تجميع باقي الأجزاء الميكانيكية مثل البطاريات والمحرك والعجلات ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تكون هذه السيارات بديلا للسيارات الحالية فيما يقول مصنعون أنهم يعكفون حاليا على تعديل تصميمها لجعلها أكثر أمانا وقوة وأرخص سعرا بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة ونذكر بأبرز العناوين وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة لدوة عمل خليجية في مصقاط تبحث استراتيجية المدن الصحية في الحد من انتشار الأمراض غير المعدية عاشية محادثات جنيفة المسلحون الحوثيون يستولون على مدينة الحزم كبرى مدن محافظة الجوف شمال اليمن السلطات المصرية تفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين للمرة الأولى منذ أشهر شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدنا وإلى آخر الأحوال الجوية ومباشرة إلى الشرق المحيط الهادي حيث العصار المداري كارلوس والذي يصنف حاليا كاعصار من الدرجة الأولى حيث تدور الرياح حول مركزه بحوالي 70 إلى 85 عقدة ويستمر بالتحرك في الاتجاه الشمالي إلى الشمالي الشرقي نحو سواحل المكسي وإلى آخر صور الأقمار الاصطناعية ونشاهد هنا بقايا السحب التي كانت تصاحب الحالة المدارية وتستمر في التدفق نحو سواحل جنوب الشرقية الوسطى ومحافظة ظفار مع فرص لبعض الأمطار المتفرقة إذن مباشرة إلى حركة الرياح للنهار القادم ومعظم الرياح التي تتوبع الوسطى الرياح الشرقية تصل إلى 15 عقدة في حين تكون شمالية على محافظة ظفار أيضا في حدود 15 عقدة ويستمر البحر هائج الموج على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب مع ارتفاع يقدر بثلاثة أمتار ورطوبة نسبية تصل إلى 95% أما هنا شمالا في محافظة سندم فتبدو الرياح أيضا شمالية نشطة غرب المحافظة وجنوبية شرق المحافظة في حدود 15 عقدة وبالتالي البحر متوسط الموج ويصل واقصى ارتفاع له مترا واحدا ونصف المتر وشمالية أيضا أو شمالية شرقية على سواحل الباطناء ومسقط والبحر هادي الموج إلى متوسط على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان ويصل واقصى ارتفاع له مترا واحدا ونصف المتر إلى التوقعات في محافظة مسقط الأجواء مشمسة بشكل عام ودرجة الحرارة حول منتصف الثلاثينات وفرص لتكون بعض الصحب المحلية على جنوب الباطنة مثل ما يبدو في الرساق ودرجة الحرارة أربعين سبعة وثلاثين هنا في صحار مع تدفق بعض الصحب المنخفضة وفي خصب أيضا الأجواء تبدو غايم جزئيا بين حين وآخر ودرجة الحرارة أثنين وأربعين إبرا فرص لبعض الصحب المحلية وثلاثين درجة فرص لبعض الأمطار أيضا هنا بعد الظهيرة في نزوة أربعين درجة وفي جمال شمس 17 درجة عبري أيضا فرص لتكون بعض الصحب وثلاثة أربعين درجة وتبقى درجات الحرارة من حول منتصف الأربعينات هنا في محافظة البريمي في صلالة بمحافظة الظفار فرص لبعض الأمطار المتفرقة على المناطق الساحلية والجبال المجاورة ثلاثة أربعين درجة هناك في ثمريت وفي هيما أيضا ثلاثة أربعين درجة مع استمرار تدفق السحب من بحر العرب أو من سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب وأيضا تبدو هناك بعض الفرص لبعض الأمطار المتفرقة على مصير و32 درجة الأشخرة و31 درجة مع فرص أيضا لبعض الأمطار الخفيفة بين حين وآخر وفي صور 36 درجة مع جواء غائمة جزئيا كان هذا كل ما لدينا من أخبار للتقص حتى الساعة شكرا لمتابعتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة